السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة والمغفرة لكل شهداء وعجل الشفاء لكل جرحة وربنا ينصر القواتنا الشعب والمصلاح رجعنا لكم ببيدي جديد مراكس انصرافي ببيدي جيد جميل وكلام سخن ويتكلم ما حدثه في غريت ود النورة في ولاة الجزيرة وليه جيش ما يتحرك فات حمال مواطن ويتكلم برضو عن الأقيدة الصدر طالبات بانسحاب من ولاة الجزيرة وزولة لها السيقايت في مناغل ومعنى انه الجيش يتحرك يمشي يدافع المواطن ففيدي جيد جميل وكلام سخن كده راكم نهاتر فيدي اول التنبادك نجي نعقب معكم ولو تشاهدنا اول مرة ما تنسى انه تتعمل بالاشتراك في الغناء لكن احنا بتحصل حاجة طوال من الصباح تتغير الصفحات تتغير الاعلام تشتغلوا اعلام بديل للدعم السريع الليل وين صفحات الدعم السريع اللي ارتقب الجريمة ده وينه مختفي لانه انت قايم لهوا بيشغلوا لانه الناشطين اللايفات قايمين لهم بيشغلوا للدعم السريع الفكرة شنه انه ان اضرب المواطنين واستهدفهم واضغط على القيادة دي اقول لهم والله يااخد يمشوا معي تتفاوضوا في جدة والمواطنين اطلعوا يقول لي وينه الجيش ماهده بيسمع في كلام خليفة دنقر خليفة دنقر مؤلف له قصة لطيفة ولفن بابه كل القروبات والناس مؤيدة ولابسين كاكب لابس كاكب وقاعد في حتة بيجي بقول لك والله يااخد الليلة ده باعوا الجزيرة خانوا الجزيرة القيادة الليلة لانهم اهلهم في نهر النيل انت لابس كاكب بتقول الكلام ده ما الذي منعك انك تشيل كلاشك تكون مشهيد من ضمن الميتين شهيدة الليلة قدمناهم في ودنورة ما الذي منعك منه المنعك ما تشيل تلفونك ده صور قول اخوان احنا والله في الحتة الفلانية منطقة اكس وماشي متقدمين على ودنورة جانتنا تعليمات قالوا لينا ما تتقدموا البرهان ضرب لينا قال لينا ما تتقدموا غايد المنطقة العسكرية ادم هارون قال لينا ما تتقدموا العقيد عبد الرحيم بتاع مدني ده الماسك العمليات في المناقل قال لينا ما تتقدموا افضحوهم لكن انت ابسط حاجة نقعد في الجروبات نتكلم انه الولايات القوات المسلحة ما تقدمت وانت لابس كاكي انت لابس كاكي ما شغال التهسي مع الدعم السريع البيهزنة شنو احنا ما قدمنا شهداء في الخرطوم قدمنا شهداء في مدني قدمنا شهداء من 2003 احنا بنقدم شهداء بيكتلوا نفس الزهول اللي حسي كتل الليلة في الجزيرة نفسه ده ذاته احنا الليلة 21 سنة ما قادرين نتخلص منه 21 سنة ما قادرين نتخلص منه وده اللي بيكتل في نيرتة ذاته الارتكب مجازر الجنينة وده ذاته محمد حمدان دلقه وشركاءه السياسيين ده لنفسهم طيح احنا الليلة بنتكلم عن انه يا اخوة والله الجيش ده نخدت له تحديات نخدت له اشتراطات نشوف الناقل سنوك كقوة كشعب نجيف معاه نسأله او ممكن نجي نشتغل اعلام مضاد لا اعلام الدعم السريع والله الليلة قواتنا المسلحة دي ماف والجيش ده باعي وحسن وقفوها كيف يعني وقفوها كيف يعني انا ده اعرفها من نتيجة ايقاف الحرب شوني يعني ليلة محمد خليفة دنقر كاتب كلام عجيب قال يا اخي المستنفرين هم اتدفعوا نتيجة الحاجة دي ممتاز بدل اكتب انه الدعم سريع مشى للغرية واستباح الاعراض والموضوع ده في النهاية ما حيجيب لهم مشروع ولا حيجيب لهم حكم للسودان طوالي قبل على انه المستنفرين طلعوا يضحوا بينفسهم والمقاومة الشعبية لكن الجيش ده السلاح ما شغال الموضوع ده طوالي شاء له منه السيد السفيها الحمدابي طوالي الليلة شبش بالملك يطلع طوالي طوالي يطلعوا يلفوا والله الجيش بتاعكم ده ما حيحميكم والدعم السريع ما حيرحمكم ممتاز تعالوا نتكلم عن المواطن الحصل في ودنورة ده ثلاثة حاجات في دعم سريع عنده قيادة وقوات وسلاح في جيش عنده قيادة وقوات وسلاح في مواطنين معهم مستنفرين ومقاومة الشعبية وسلاح من الذي ارتكب الخطأ وبنتيجة الخطأ دي المجزر ده حصلت في ودنورة من اول سبب المجزر دي السبب بتاع المجزر دي الدعم السريع دخل ودنورة ما عندك ايه كلام تاني المستهدف اللول بالإدانة منه الدعم السريع والمستهدف بالجريمة منه الدعم السريع والارتكب الجريمة الدعم السريع والوثغ الجريمة الدعم السريع والاتحرك من حتة تومي من ارتكازاته دخل ودنورة ما الجيش ولا المقاومة الشعبية ولا المستنفرين دخل الدعم السريع ودنورة ابقى هو المجرم ده احنا كلامنا معاه ده كلامنا معاه أول حاجة نثبت إنه اللي ارتكب الجريمة دي الجريمة دي ما حصلت لي خطأ لأنه السلاح بتاع المستنفرين ما ضرب ولا حصلت لأنه والله رجال ودنورة ما وقفوا ستروا البلد ولا ارتكزوا ولا لأنه الجيش والله يا أخي ما جاههم نتحرك من مسافة الأربعين كيلو أو الستين كيلو مسافة أربعين كيلو وستين كيلو فيها كم غرية يا خليفة دنقر عارف أنت فيها كم غرية عارف الاتجاه بتاع فيها كم غرية طيب حسي دي لو تحرك الجيش ده كله ارتكز في ودنورة هل الدعم السريع ما حيخش التكينة أو يخش الحرقة هل بيمنعوا الحاجة دي ولا ما حيخش سي النار ولا ما حيخش الحاجة عبد الله ولا ما حيخش الفاو لو جاء الجيش ارتكز حسي هنا طيب لو مشينا حرسنا الفاو وخلينا ظهرنا كاشف في التكينة الدعم السريح يعمل لاشنو حيخشها الجيش مش حرس السي الفاو لو الجيش السي ماذا عايت في الفاو الدعم السريع حيخشها الفاول لما حيخشها حيخشها حيدخولها لما لأنه فيها جيش أو ما فيها جيش لأنه فيها مواطن هو محل المواطن ده قاعد أعزل هو الدعم السريع ماشي مستهدف المواطن ما مستهدف الجيش ما عنده حريب مع الجيش ما عنده شغلة مع الجيش الدعم السريع فإنحنا لما ننجي نقول والله واد نور الليلة حصل فيها المستنفرين لأنه نستجابوا لنداء الوطن وقفوا يحموا أعراضهم الدعم السريع دخليهم وحاولوا يغاوموه لكن أسلحة بتاعتهم مشتغلت في القصص بتاعت المعركة دي واستخدام السحر والكواديك اللي بيستخدموه في زول فيكم ما شايف الدعامة دي اللي لابسين حجبات لابسين الحجبات دي فاقش من الحجبات دي أخوان ليه بيصير انه يكون لابس حجبات قبال ما يركب التاتشير قبال ما يشير سلاحه لأنه فاق سحر واحدة من الحياة ممكن تجي تقول والله يا أخي الكلاشات دي الدعم سريع اللي لاستخدم سحر وارد ولا ما وارد القصة دي طوالي جارة قال يا أخي الأسلحة اللي اداها الجيش للمستنفرين كلها ما شغالة كلامه حلو المستنفر دي عرف السلاح شغال ولا ما شغال قبل المعركة ولا بعدها يعني الحصل إنه إحنا عندنا مستنفرين فواد نورة ومقاومة شعبية استجابة لنداء الوطن ولنداء أعراضهم والاستجابة هم نفسهم لنداء العقيدة وقالوا إحنا ندافع عن السودان دخل معسكر يتدرب فيه وبعد ما يتدرب قامت دوك لاش الكلاج دا ما فكه منه طلقة قبل كده يعني قصدك الدول هو جديد سميته مستنفر كيف انت المستنفر دا بمراحل عسكرية دخل معسكر يتدرب جاء فيه ضرب النار ضرب النار دا ضرب شنو ضرب شنو يعني ضرب سلاح السلاح تضربه دا وينه ما قاعد معه في الحلة دا السلاح الليلة كان طالع باه السلاح ما اشتغل ما اشتغل الليلة ولا ما اشتغل قبل كده لكن لأنه هو دار يروج إنه الجيش الليلة الخطأ يتحملوا الجيش ويتحمل الليلة الجيش إنه مسؤولية إنه دا على الاستنفار ودا على المقاومة الشعبية ويتحمل خطأ إنه والله الشعب السوداني كافي أصمد أمام الماليشة احنا بنفرج منك احنا الله سبحانه وتعالى خلقنا فرج منك يا خليفة دنجر انت بتقدم عرضك بتقدم مالك بتقدم لسانك وقلمك للماليشة انت رخيص الله خلقك كده انت منافق الله خلقك منافق الله كلمنا عن المنافغين احنا ما شايفينك حسي ورانا الفئات الله عز وجل بخاطبنا بيقول يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا أولي الألباب المنافقون الله عز وجل صنف لين الناس ورانا وكل واحد باستيعابه وبيعقلو فهم انت ورانا إنك منافق لما انتكتب كلام أول حاجة تحمل المسؤولية للماليشة الدعم السريع ما تفت الشمعة لكن لأنه هم دارين اضربوا المقاومة الشعبية توجيهات توجيهات جاية من أمرخامة مبيضة توجيهات جاية من الإمارات إن المقاومة الشعبية والشعوب دي ما ممكن تصمد لا لا بتصمد الشعوب صامدة صامدة 14 شهر و 15 شهر 16 شهر بتحسب ليه يوم الدين الماليشة دي ما بتدقها في البلد موضوع ده منتهي قدمنا 200 شهيدة الليلة وقدمنا مبارح الليلة حنقدم شهد بكرة حنقدم شهد بعد بكرة احنا 50 مليون انتهوا مننا وبعدين تعالوا السودان ما عندنا مشكل اصلا ما عندنا مشكلة لكن عشان تعرف إنه الاستهداف ما مقصد به القوات المسلحة ولا قيادة القوات المسلحة مقصد به المشروع بتاع الاستنفار دي كيف الشعب السوداني يصمد كيف يكون عندكم قرامة كيف يكون عندكم عزة كيف يكون عندكم رجالة كيف ينتفتحهم أسكر كيف تتدربوا كيف تقاوموا الليلة دي اللقوا المشروع ده جاهز بالنقطة الأولى احنا نتكلم بالنسبة للناس الوقفة عن القوات المسلحة وكل شهرين يفتنوا في يفتنوا مرتين في العام قسي بيقول الناس بتفتنوا في شهر مرة كل شهر والله الليلة حصل انسحابات الجيش بتاعنا الجيش خيادة الجيش يا سيد الكريم تعال بالراحة كده أنا ممكن أقول كلامك ده وأبقى مليش يا دعمي سريح وانتغد القوات المسلحة اللي أنا شايفها بتقاتل في الظروف دي وعارف بتقاتل الكلام ده حقيقة وصدق بالمناسبة الرجال الليلة اللي بتصدد دي حتى المستنفرين والمقاومة الشعبية استجابوا في غيرهم ما استجاب في غيرهم ما وقف احنا بنقول ده الشهداء في معركة الكرامة ما غالين على ربنا ولا غالين على طريقة الحب الله الرحمن الرحيم كلنا عارفين سياسة الدعمة سريحة في مهاجمة القرى شفناها قبل كده بدخل غرية تحديدا القرية اللي بتصدد له ليه بيمشي بكررنا التجربة دي شفناها في التكينا شفناها في الحرقة شفناها في الفاشر اليوميا بيقاتل فيها الدعمة السريع بيقاتل في الفاشر ليه عشان يكسر مواطن الفاشر ما بيقدر يكسره لكن عشان يكسر نموذج مواطن الفاشر اللي هو اشنو تلاحم القوات المسلحة مع شعب السوداني رفضهم للدعمة السريع ومشروعه ما بيقدروا فدار يكسروا الفاشر دي الدعمة السريع في اليوم بيموتوا فيهم بالآلاف. برضو حيصير انه يدخل الفاشر. لماذا؟ عشان نكسر الشوكة دي. عشان يوري العالم انه والله يا اخي ما في زل بالصدى للمليشة. زي ما بيقول لنا حسي خليفة دنقر. وزي ما بيقول لنا اعلام الخونة الجواسيس. الذين يقودون المليشة الان. وين قادت المليشة؟ هو حمدوكو الذين معه. وين عبد الرحيم؟ وين حمدته؟ وين عثمان عملت؟ ما في كلام زي ده. ده انه الشعوب تكون حرة صاحبة قرار. احنا نحن نتخلص من من الدعم سريع في الفاشر. ونتخلص من الخوانة في نص الفاشر في نص المواطنين. لجان واحزاب وجواسس بتاعهم دعم سريع. اس البرهان بيقدر يمشي كلام غلط في الفاشر ثاني؟ جبريال ابراهيم بيقدر يفرض ضرائب او او تاوات على مواطن الفاشر ثاني? بيقدروا؟ ما بيقدروا. ما فيزل بيقدر تاني. لا تستطيع بيفرض عليهم اتفاقية في الفاشر. ولا بيفرض عليهم والي. ولا بيفرض عليهم حاكم. هم ماراضين عنه. ما فيزل بيقدر يعمل الحاجة دي في السودان. تغير الشعب السوداني. تغير سياسة الشعب السوداني. تغير تركيبة الشعب السوداني. الدعم السريع يستبسل يموت. عشان الحاجة دي ما تنجح. فالليلة هم بيجي بقولوا لينا والله يا اخي مشروحكم بتاع التكينة ده. فالدعم السريع هيكرر العملية دي زي ما كررها في التكينة والحرقة. هيكررها في ودنورة. بيجينا عارفينه ليه حيهاجم ودنورة. لماذا? لانه ودنورة الليلة الصدولية والمقاومة الشعبية والاستنفار. ده تحدي للشعب السوداني اولا تحدي للقوات المسلحة. انا ممكن اقول الليلة الجيش وين وتاخر. انا غضر ربنا سبحانه وتعالى حصل. ما اللي ابتله قال. لا تهينه ولا تحزنه. حصلت. مهما اعددتم مهما تجهزتوا مهما كانت حتحصل الحاجة دي. حصلت. لما تحصل الحاجة دي ربنا سبحانه وتعالى قال. بيال للناس اللي شنو. عشان احنا نتعز من يوم بكرة. يوم بكرة المفروض يحصل شنو. انا سألت القوات المسلحة السؤال واضح. والان بسألوا ليهم جدامكم. انا ما عندي حاجة بالدس. الخاص بتاع صرفه هو العام بتاع صرفه واحد. ما عندي حاجة اسمها اضرب ليون. لا لا ما عندي الكلام ده. بقول فلان في اللايف عالني. ما عندي كبير انا بالمناسبة. فاحزال جيش السؤال الواضح. ما الذي سيحدث في ودنورة الآن؟ بعد الميتين الشهيدة اللي قدمناه هندي. والاعراض والاسواد اللي بنهبت. الليلة بالكراكات حفروا غبور في الميدان بتاع غرية问 ودنورة. خلاص لان مفزل الحيلة في وكوره. اجساد الحاهرة. شهدائنا ا 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 ارواح يعني بطولات الناس كانوا معاشرين وانهم عارفين دا فلان دا وعارفين وعارفين تاريخه رجال ودنور نساء ودنور الليلة اللي حصل منه هندا بيتاريخه نالفادة كله ما الاختبار في ناس بتدعي الشجاعة عمرك كله بتكون قاعد فلان دا شجاع فلان دا كريم فلان دا جواد لما انتجي لحظة التمحيس والاختبار في ناس بتعرض في ناس بتختفي في ناس بتلبس كاكي دعمي سريع عشان تحافظ على رواحها في ناس بتقلد في ناس بتلف كدامول في ناس بتهرب في ناس بتثبت الليلة في ودنور دا سبتوا خلاص الموضوع دا تاريخ خلاص خلاص تاريخ خلاص ما هو اتدفنوا في الميدان الاجالة جاية لما انتجي في الميدان دا تلعب كورا بلعبوا كورا ولا بجلبوهوا مع اسكر بتاع استنفار بيقدروا تانيجروا في الميدان دا في ارواح واجساد طاهرة المغابر بتاعتهم بيقات الليلة الميدان تانى ما فيزل حيدك فيه كوراة وكورا لا لا ودنورة تغيرت الجيل الجاية تغير دي الأرواح ما في الصفل الثاني حيلعب في الميدان ده. اتغيرتها. ده عقلية جديدة. ده الجيل الجاي ده حيكون شاء الكلا شو بالمناسبة. ابوك ما تفون في الميدان ده ما بتلعب في وكوره. لا يمكن تعتلي على رأس الشهيد. لا يمكن. الميدان حتتقلب معسكرات استنفار. والنورة دي الان هي بتكتب تاريخ جاي. احنا خلاص الموضوع انتهى. الله عز وجل ابتلاهم فحصن مع حصن استفى منهم شهداء. خلاص. موضوع انتهى. ده موضوع انتهى. ما الذي سيحدث في ادنورة? بكرة. بعد بكرة. ما الذي سيحدث? الدعم السريح لازم ارجع. الليلة شهداءنا اللي قدمناهم في بداية المعركة. كبدوا الدعم السريح خسائر فادحة جدا. دعم السريح لا يمكن نتجاوز الحاجات. احنا هي اتجاوزها ما حتجاوزها احنا دارين خطوة من القوات المسلحة. ممكن نقول الجيش خان وباع. وممكن نقول للقوات المسلحة الحصل حصل الليلة. وارونا بكرة حتعمله شو شنو? انا سألت الجيش سؤال مباشرة. قلت لان حتعمله شنو في ودنورة. هسي بسأل القوات المسلحة ما الذي سيحدث في ودنورة? ترتيباتكم شنو يا جيش? حصل في التكينة وفي الحرقة. احنا الان في الجديدة دي. دي التالتة. انا ما بقعد اهدد في القوات المسلحة. اقول له والله الشعب حيطلع يا برهان والله لو عملتها. لا 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 ما بقول له الكلام ده. ولا ده وقت ولا وقت الحسابة بالطريقة دي. احنا واضح دهرين نجاز. الانجاز هتوررونا خطة واضحة. سلام عليكم. حتعمله شنو يا جيش في ودنورة? ما الذي يطلب منكم في ودنورة حتعمله شنو؟ استجابة الطيران كانت في المعركة كانت سريعة ولا ما كانت السريعة؟ كانت السريعة قدر الطيران في مرحلة يضرب الدعم السريع وخلاهم يطلعوا من ودنورة. خليفة دنقر قال شنو. جاء الطيران ضرب له ضربتين ودعمه مسمس وكده. يعني الطيارة حتعمل شنو؟ الطيارة حتعمل شنو؟ ما هو فيه الدعم السريع فاتح جبهات في حتات مختلفة وعنده القدرة انه يصل وهنا 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 الطيارة دي ضربت في الضعين وضربت هناك فيه متحركات بتاعت غرب امدرمان والعملية متزامنة وضربت هناك فيه سنار البيش دار يخش سنار بالمناسبة قوات المتجمعة في المحور به هناك فوق السبعة الفة وخمسة الف البيش دار يخش به هناك وحسي مهدد المناقل بالمناسبة لكن ده قواته كلها لازم يكتسب له عملية كبيرة انت طبعا كغحات يا خليفة دنقر والسفيها الحمدابي دارين الدعم يكتل المواطنين طبعا كل ما تزيد الدماء بتزيد الاحبار البتوقعوا به ويتكتبوا به في ورقكم كل انتو الاحبار البتوقعوا بيها دي فيما هدي دي مع الشعب السوداني انت المستفيد منها الاول لانه بتقول ليه وقفة وطيب انه ما نوقفه انت دورك شنو حاجه احكمك يبقى انت ده بتاجر بالدمدر انت بتاجر بالدمدر ما تقول ليه لانه انت والله عندك حسنينية انت بتقول ليه وقفة وخلي جيشك استسلم وإعلن انهزامه زي ما ينتهسي كلام حمدوك وكلام بكر إجاك وكلام تقدم وكلام محمود محمد طه وكلام برمة وبتعرض نفسك أنه لما انت جيف إنت عندك الحل معنى أنت بالتاجر بالدمدة الحاجة الثانية بالتاجر بالدمدي والدعم السريح يدخل له حتة كبيرة يحقق له انتصار يعيد توازن القوات الدعم السريح ويعيد لهم الروح المعنوية وتمشي هناك تفاوض والله إحنا مسيطرين على 93% من السوم يتقول الآن بيفتشوا ففشلتوا في بابا نوسا وفشلتوا في الفاشر كمكسب كبير وفشلتوا في العودة إلى أم درمان وفشلتوا في الصمود في بحري وفشلتوا وفشلتوا الآن بيفتشوا لكم في حاجة توديكم الطربيزة بهناك الضغط الأمريكي اليومين دل ساكتين ما لون ساكتين ما ما قادر ينال الدعم السريح ما قادر يتماشى مع العملية السياسية انتصارات في الميدان ما في العكيم ما قادر يحقق انتصارات في هجومه على العزل حسي احنا منتكلم يا سيد خليفة دنقر حسي امش هكتب عندك انه تم تنفيذ عملية جوية كبدت الدعم السريح في الحاجة عبدالله خسارة حتقعد وتبكو بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة ومن قوة الضربة دي الان الان قبل ستة دقائق الضربة دي قبل ستة دقائق شوف خالي السلك بكرة حيطلع يقول لك الجيش ارتكب مجزر اقسم بالله العظيم كمية الموت ده كله ولا بتشفع ولا بتخفف ولا بتهون عن المصاب الليلة اللي ارتكبوا الدعم السريح على المجزر دي شوف سبحان الله القوات المسلحة والشعب السوداني بنعامل الدعم السريح ده معاملة عسكرية معاملة باخلاق الحروب انتغمنا الان من الدعم السريح في كاكيه وزاته في الدعامة ما مقعد نمشي لهون حتة تانية زي ما بيدعي خالي السلك احنا بنقصف مواقع المدنيين بنقصف مخازن بتاعة سلاح جايباه الامارات للدعم السريح في نياله وفي الجنينه وفي زالنجو في مدرمانه وفي بحري وحتشوف البل حس حشوف البل بإذن الله طيب ما الذي ما الذي سيحدث من القوات المسلحة هو ادنورة بكرة الحاجة اللي ربنا سعى تعالى ابتلا بيها اهل ودنورة الليلة ثبتوا فيها وركزوا واثبتوا فعلا انهم قدر الامتحان وقدر الابتلا ربنا سعى تعالى اصطفى منهم شهداء واصطفى منهم مؤمنين واصطفى منهم مستنفرين واصطفى منهم رجال ونساء ثابتين الان على الحق انتهينا من الاختبار خلاص طوال احنا متحركين جيش دورك شنية احنا ممكن نطلع نقول الجيش نسحب وما سحب لا دار دور الجيش انا سألت القوات المسلحة السؤال المباشر وبكرره الان هتعملوا شنو في ودنورة بكرة طبعا الموضوع ده ما دار تأليف ولا دار كلام كتير الجيش هيتحرك الجيش اللي بتحرك مشهداء بالليل ما بتحرك مشهداء طيب اسباب عسكرية واستراتيجية الدنيا خريف الشوارع ما واضحة الجيوش بتاعتنا دي يعني الجيوش بتاعتنا في الجزيرة ما كلها من الجزيرة تبتتكلم عن ولاية الجزيرة بحجم دولة ما كلهم من ولاية الجزيرة ما كلهم من ودنورة ما كلهم من المناقل ما كلهم من شريق مدني ما كلهم من غريق مدني الناس دي قوات مشتركة تمام في جاي من الدمازين جاي من السنار جاي من الخرطوم جاي من كيريري فانا والله بالليل ده ما بقدر حرك ليه مشهداء انا فاهم الجيش عزره اصلا ما طلبت منك الشمس دي لما تطلع الجيش بتحرك ولا ما بتحرك لازم تحرك طبعا لازم يتحرك الجيش فيه اتيام بتاعت عمل خاص كانت في الفترة الفاتت ماسكليها ارتكازات وماسكليها مداخل ومخارج الجيش ترفعت له معلومة ان الدعم السريع متحرك في الشارع بتاع السنار والمناقل الجيش متحرك ما قطع الشارع ده عملية انك تقطع الشارع ده بقوة كاملة وترتكس الجيش ممكن اعتبره فيها تكليف او عملية انتحارية لكن بذكر البرهان وبذكر القوات المسلحة وبذكر غاية العمليات في المناقل والكلام ده اللي فيه تركيز على المناقل وغاية العمليات بالاسم عبد الرحيم السلام عليكم كيفا خبارك انت ممكن ما تحرك قوة كاملة لكن تكون تشتغل بنظام الكمائن وانحنا بنضرب لك نموذج بالكدرو المعسكر بتاع الكدرو بيطلع بعمل كمين صف المصفة ذاته الدعم السريع كان بيطلع عربات متناكر ما خلاهن يمروا قطع المصفة رغم انه حصار على المصفة والجيش بيقول لين احنا محاصرين المصفة وننازل ما حيطلعوا شفناه ونطلعوا طلعتين طلعة واحدة كانت تمنى محمد صديق ولكن محمد صديق غير المعادلة الدعم السريع حيندم على انه هو اغتال محمد صديق حيندمه حيسفه التراب اخصم بالله العظيم جد طيب والطلعات التانية اللي بنشوفها تناكر داخله فيحنا بنعملها كمين الشارع ده كله ممكن يكون موزعة فيه كمان بتاعت قوات مسلحة تم سحب القوات دي الكلام ده انا استراتيجية الجيش ما بقدر اتكلم فيه ما بهمني ده موضوع انا ما اقاري ولا عارف ولا بتدخل فيه ولا عشان الجيش يقول لي انت ما فاهم انا بقول لك الصح ما عملتوا لي سحبت القوات دي بديلة كانش بديلة انه الدعم السريع قدر يصل لحد دي غراء المحيطة بالمناجل قدر يصل ودنورة قدر يصل سنار حسي عنده استهداف لي سنار عنده كده انت زحيت القوة بتاعت الكمين ليه اولادنا بتاعنا الكدر وديل بيطلعوا سبعة تمانية انفار مسبتين ليك انت يعني توزي حين سبعة انفار الحاجة التانية مسألة انه هم حيموتوا المستنفر ده جاي بعقيدة انه يموت عشان السودان يعني ما جاي اليك قاعد في المعسكر ده عشان انت يا قوات مسلحة تطبق فيه النظريات العسكرية السبعة ولا التسعة هو جاي يموت اصلا الزوال ده جاي استشهد عشان البلد دي بيمشي قال لي خد تاني في ارتكاس لانه عارف انه هو لو قاعد في المعسكر امه بهناك حيقتلوها واخته حيقتصبوها عشان كده جاك جاري بيفتش فيك بيفتش في سلاحه بيفتش انه يتدرب بيفتش انه يتوزع ده المستنفر حقيته كده ليه ما تخدتوا في الشارع ده كان قطعنا القوات بتاعت الدعم السريع الناس ما عارف انه واحد من الهجوم حق الليلة ده بي حداشر تاتاشر عربات مدنية عندي فيديو بتاعت متحرك بتاعت الدعم السريع حداشر تاتاشر تاتاشر تلاتة وعشرين وسنائي تلاتة وعشرين وسنائي كتلوا مئتين نفر شفح صغار كلهم خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنطير سنة وقفوا بحيتة كلهم وقفوا السنائي الدين فتحوا النار في توقيت واحد بعدها خشوا وعندهم تلاتة هايس واحدة بيضاء واحدة ما عارف لون الرصاصي كده وبوكسي توسان ابيض ماشيين بيكون عينهم وخشوا استخدموا الاسلحة الما عند القوات المسلحة تلاتة وعشرين والسنائي ونازل عندهم كلاشات كلاشنا ما بيكون العيش مع القصة دي موضوع منتهي يعني فالأعزار بتاعت القوات المسلحة يحجي وقل ليه والله يا اخي احنا بالليل ما بنتحرك انا الكلام ده سمعناه في التكينة وسمعناه في الحرقة احنا دارين الجيش يواجه مسألة المواجهة دي الان انا ما بتيجي تقول لي والله التعليمات بتاعت الانسحاب حق القوات المسلحة الليلة الدفاعات المتقدمة بتاعت ودنورة الدفاعات دي الليلة اشتبكت مع الدعم السريح اشتبكت عديل وانسحبت ما تقول لي الليل انسحبت التمم من البرهان السلسلة العسكرية ما كده كده بنت ده ما تعليمات البرهان ولا يا سرعطة ولا آدم هارون لا 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 تعليمات دي في الميدان يا اخوان ناسنا المعركة التعليمات في غرفة الغيادة اسمها ادارة العمليات الماسك ادارة العمليات عقيد اسم عبد الرحيم لا نشكك فيه ولا عندنا فيه الطعن ولا اي حال ولا قلنا اسمه اينا عشان نتكلم فيه ولا ربنا يتقبل منه جهاد وجوده الزوالة كان فيه منطقة انسحب منا قبل كده وكان فيه مدني العسكرية الزولة اللي منسحب يا اخوان عنده مرحلة بتاع التأهيل واحد اتنين احنا ما عندنا نقص في العقدة ولا نقص في الناس اللي عندهم اندارة عمليات العملية دي فيها فيها خلل في القوات المسلحة الان في الميدان الخلل في مسألة الجسارة في مسألة الشجاعة في مسألة الاقدام الجيش داكي جيرس دارين يتحركوا القائد بتاعهم يقول لهم ما تتحركوا لانه لما نرمل المسئولية هو عارف ان المسئولية ما حققت البرهان ولا غرفة السيطرة الليلة كان ممكن يدي تعليمات انه الناس يتمشي مدى تعليمات ليه مدى التعليمات لقد تهيه صرفها كلام جميل جدا اول حاجة مايفي اسكر يا اخواني اسمه انه فيه هجوم في قريب في لانه يقوم يركب ربيوت يمشي براعه كده الجيش دا تعليمات الكلام اللي قلت اول نقلات الاسكر دا كما جادوا تعليمات من زول الفوق له ما بتحرك دا تعليمات وناس كلها عارف انه فبرو المسألة انه الاغيلة الجابة من المدني وقعت الليلة الان في مناقل ولسه ما بدي تعليمات ان الناس يتحرك زول المفترض ما يخلي اخواننا وما يكون في القيادة وما يكون انه تعليمات ذات والمقابة الشابية زماني الناس يتكلم انه يا اخي المقابة الشابية بترد تكون انه غيالة حقه براعه وتشتقل لكن الناس اخافت انه المقابة الشابية اذا خلو براعه شو غدا بودي لحرب الاهلية والمهم خلو تحت غيالة الجيش وبقى يعني بيتأمر بتعليمات الجيش ما بيتحرك براعه والان قانت تجي تلوم انه نازل ليه ما يتحركوا وانجيبنتي يا اخواننا اذا جو حاجم القرية خياجو تاني وبرسوا الرسالة لغورة التانية انه اذا قومتها يحصل لك نفس السيناريو الحاصل ده فالناس اخواننا تواجه بس لانجيبنتي لازم ناس تواجه وما دي ما يكون اخر هجوم على الغرية واناس تحاول تفزع يا اخواننا الناس تشتغل لازم فزع الغورة لازم كله تتفزع وما بعد لانك تصبر تواجه ما اندخل تاني والجيش ما بغير خطته عشان غرية بتودى النور ما بغير خطة بسبب غرية واحد لانه حدث نفس السيناريو ده في بالكربون في مناطق كدير جدا وجيش ما غير خطته جيش بابشي نفس التاني ما تحقوه عنده خطة حقو الماش